أدوى أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمسي عزمه على إتمام إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية بحلول نهاية العام بالرغم من مواجهة المشروع معارضة شديدة من المجر وبولندا عبر سانشيز خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين عبر عن أمله في أن يتم تمكن من اختتام هذا الملف الهام خلال نصف السنة الجرية وكان وزراء الداخلية الأوروبيون قد توصلوا في مطلع نيو الفائت الاتفاق أيدته 15 دولة من أصل العضاء 27 ينص على إلزام الدول العضاء باستقبل عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة وفي حال رفضت ذلك يجب أن تقدم مساهمة المالية عدد 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله غير أن رئيسي وزراء بولندا والمجر عارض إقرار الإصلاح بالغالبية المؤهلة وشدد على وجوب المصادقة عليه بالإجمع ترجمة نانسي قنقر شكرا